الغلبان اللي مع عشرة جنيه بقى خمسة. اللي مع عشرة مليون. اللي مع عشرة جنيه مع عشرة. الغني والفقير والغلبان بيتأثر. اللي مع عشرة جنيه معاها طبعا. اه. واللي مع عشرة جنيه معاها خلاص. خلاص? معاها الستر يعني. فانا عايز اقول. عالمستوى الرياضي. ايه تلاتي انا كنت اجاي بلعب اسم مستني بربعمائة الف دولار. كانت درب بسبعة بسبعة جنيه ابو كام. اربعة بتاقي بقى اثنين مليون مليون وتمنمية. ده عادي. زي اللي عيبة اللي عند. اللي تدرب ربعمائة في عشرين بقى بتمانية مليون. تمانية مليون. بقى انا عندي لعب اتنين مليون او مليون وربعمائة زي اي من حفن. يعني زاد خمس اضعاف. خمس اضعاف. ما ينفعش الكلام ده. وبعدين اللي عملوا الكلام ده محترامي الشديد ليهم. محترامي انا شوف التعريب بتاعك. في الاخر اتجوزوا. يعني اه الراجل اللي عملت تعويم طارق عامر. تقريبا ما كانش فاديو كان عايش قصة حب اتبع ربنا وفاقوا يتجوز ما فيش مشكلة معلش مشكلة. اه. مع السلطة وزيت الاستثمار. وتجوزوا بعض. يعني كان كل تركيزهم في الحب الجميل اللي كان بينهم. جميل جدا وتجوزوا. وايشوا وخليفوا عيال مية مية. بس انتوا عملتوا ايه? انتوا واقعتوا جنيه المصري. وبعدين. الجنيه ينزل ستاشر جنيه بعد يومين يرجع تاني تمنتاشر. ادي واحد. اتنين. هو مش فيه قانوة اتعرض على مجلس النواب يا سيد وائل. بيعاقب الشركات الصرافة. اللي بتبيع كان البيع الايام كان عشر او احداشر. اه. اللي كان بيبيع بأحداشر وزيادة جنيه. اه. بتقفل خمس سنين سجن. وبتصدر بتقفل له سنة الا. وانا اعتردت في مجلس النواب قلت لا. انت كده محل مليان تحف جبت فيه دخلت في ايه? كسره. الكلام ده ما نفعش. المخدرات لما قلت اعدام للتجار القاضي ما عاش بيدي اعدام ويدي براء. لان قدامه يدي اعدام يدي براء. فباروحوا الانسان عمده اهم بقى هيقول لك ايه انت زابط لفاق الوضيع. اه مع ان البعض معتقد ان تغلص العقوبة هو اللي بيقضي على الجديد. ده رأي انا اقول له هفيك قلت في الجنة تشاهده. اه. تمام? اه. ادي واحد. نمرت اتنين. طب ما البنوك بتعمل كده. البنوك يعني شغال صرافة. ما البنوك زيه اه اتحدى. يا طار يا عامر ان فيه بنك في مصر بيبيع دولار. كله بيشتري. لأ ما بيبيع. حتى العميله يعني اللي هو ممكن يكون عايد. يا فنلوش. اه. فالعميل بيدبر برضو من اين? من السوق السودة. اه. يبقى البنك بيبيع بعد ساعتاشر الراجل عايز يستورد هيروح يشتري بعشرين من بره. يبقى انا عملت ايه? كله عملته قصة حب عنيفة جميلة. اه. انتهت بزواج الجميل. مش مشكلة يعني يعني من حق الناس انها تعيش حياتها الخاصة. بس كمان من حق المواطن انه. ما هو ناسا بالشديد في فترة الحب دي ان هو جنيه تعاوم الجنيه. فاين. هو عاوم الجنيه. وتلعى ما شاء الله. الوزير ده كان عندها تعبير انا قلته فاين المستثمر لابد ان يتزوج الفرصة يعني. اللي هو المستثمر يتزوج الفرصة عشان لستثمار يزيد في نصر يعني. ربنا يا فاهم ان شاء الله. وبنين وبنائة وبنين. فاين. نرجع نخليها بقى نبدأ بطلاق الزمالك من الدوري يعني. طيب. من قصة الزواج لل. طيب. طيب.